المحترفين دائما خلنا نتكلم هاجس وصداع لإدارات الأندية عندنا أحيانا أجيب أنا لاعب يمكن خلنا نتكلم باللغة العامية مكسر الدنيا في دورية ونجم وكل حاجة لكن يأتي ما يأدي عندي المحترفين في نادي الوكرة حاليا كيف تشوف عطاءهم هل الخيارات كانت مناسبة كيف كانت الخيارات أول شيء طريقتنا أنا أتكلم بس عن طريقة العامل في نادي الوكرة لأنني لا أعرف لأنني أتكلم عنكم أنا أتكلم عنكم أنتم في نادي الوكرة أنا أتطرقت أن مرات يجيب لك لعب يكسر الدنيا في الدوري فلما تجيب هنا ما يفرق معك أو ما يعدي أول شيء لازم تشوف خصائص اللاعب هل يتنفع لفريقك أو لا طريقة لعبك أو لا ليس أنه مهاجم مثلا هل ينفعني طريقة لعبك أو لا نحن في نادي الوكرة صراحة نجيب المحترف طريقة صحية 100% المدرب يرى اللاعب أنا أرى اللاعب نعرض عنائف الخاطر والكل إذا اتفقنا على اللعب نجيبها بهذه الطريقة ونتابع اللعب فترة طويلة في الصيف هذا الطول اختياراتنا توفقنا فيها بنسبة 95% لكن هل الاختيارات بعبد الله فيها تدخل إداري أو كانت نظرة في النية وممكن الإدارة يقول لكم لا لعب طالب مبلغ هالي نحن بعد بصراحة اختياراتنا تكون بالمعقوب يعني ما راح أفاوض لاعب أنا عارف أن النادي ما عندي قدر أن يجيبه مع أن الاتحاد لا يقصر بالدعم بهذه الأشياء يعني لكن بصراحة هو ويشكر عليه صحنا ما يتدخل لكن صحيح يجيك مسؤول يحط الكرة يمال لعبك أنت كفني وانت عارف هالشيء مش في دورينا في دور الغاطري في كل عالم فالاختيار فني بحت نعم نعم